اهلاً وسهلاً بتلاميذتنا الأعزاء في إطار متابعتنا لآخر مستجدات رغبات التوجيه بالنسبة للتلاميذ بعد الدخول لموقع تخوادو بالفي توجيه نت بوان نت كما تلاحظون في الصورة إذن هنا لدينا رابط جديد رغبات توجيه التلاميذ عبر منظومة مصار إذن لدينا هنا مذكرة جديدة صادرة يوم 18 مايو 2020 وهي مذكرة متعلقة بالإجراءات الاستثنائية لتدبير الرقمي لمستجدات التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم التانوي 2019-2020 التدبير الرقمي يعني أنه تلاميذ العتبات التوجيه بالسنة الثلاثة إعدادي ورجدها المشترك والسنة أولوبا كالوريا سوف يعبرون عن رغباتهم على الصعيد الوطني عبر حساباتهم الشخصية في فضاء متمدريس تابع لمنظومة مصار نشير هنا فقط أن الوزارة شرعت في بت مجموعة من الحصص الإعلامية لفائدة تلاميذ عتبات توجيه هذه الحصصية يتم بتها على قناة تلفازية العيون غالبا في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال ننصح تلاميذ بالطلاع على هذه الفيديوهات وهي من إنتاجات أوتورت توجيه على الصعيد الوطني إذن نتابع إذن هنا فقرة مهمة إذن تلاميذ كما قلنا المعنيين بهذه العملية هم تلاميذ السنة الثالثة من تعليم التنوي الإعدادي تلاميذ الجذوع المشتركة وتلاميذ السنة أولوبا كاروريا كما تلاحظون إذن هنا كذلك لدينا مجموعة من الإجراءات لباقي المتدخلين الآخرين إلى غير ذلك إذن هنا ما يهمنا هي هذه الفقرة يليج تلاميذ المستويات المذكورة إلى فضاء المتمدرس باعتماد أرقام مصار رقم مصار المتكوين كما تعلمون من حرف وتسعة أرقام والقن السري الممنوح لهم من طرف مؤسساتهم التنويات ثم يقومون بالتعبير عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية وتعديلها في الفترة المخصصة لذلك مع مراهات ترتيبة حسب أولوياتها ضمن مشاريعهم الشخصية إذن خلاصة القول يجب اختيار الشعب التي تناسب مستواكم الدراسي باستحضار مطابعة الحال ما ترغبون الوصول إليه مستقبلا إذن التوجيه السليم هو الذي دائما يأخذ بعلا اعتبار ثلاث عوامل أساسية وهي الجانب الدراسي الجانب الشخصي والجانب المهني إذن هذه العملية التعبير عن الرغبات محددة قبل 20 يونيو 2020 وهو آخر أجل 20 يونيو يعني 20 شهر 6 2020 إذن الآن سوف نحدد كيفية الدخول لهذا الرابط الفضاء المتمدرس إذن هناك طريقتان إما كتابة في محرك البحث كما تلاحظون من أجل الدخول لموقع الرسمي للوزارة كما تلاحظون وبعد الدخول في الأسفل هنا سوف نضغط على فضاء المتمدرس لتفتح لنا الصورة كما تلاحظون وبعد ذلك نقوم بالضغط على هذه الإقوناة الفضاء الخاص بالترميذات والتلاميذ هذه الطريقة أولى طريقة ثانية يمكن كتابة مباشرة في محرك البحث الرابط وهو servicemصار.men.gov.ma دائما نشير لهذا الأمر لأنه دائما المواقع الرسمية تختتم بهذا الرابط men.gov.ma إذن بعد الدخول نضغط هنا إذن كما تلاحظون فضاء المتمدرس تابع لمنظمة مصار خاص بالتلاميذ في حل جديدة وقد تم تحديثه يوم 19 ماي 2020 إذن هنا لمن يملك كلمة المرور سوف يتم الدخول وهنا لمن نسي كلمة المرور سوف نوضح في فيديو لاحق سوف ننجزه لمن لا يتوفر على كلمة المرور إذن يمكن استرجاعها بدون الذهاب إلى إدارة المؤسسة سوف نوضح الأمور في فيديو لاحق إذن هنا سوف نأخذ مثال اسم المستخدام كما تلاحظون المتكوين من حرف وتسعة أرقام أروباز تعليم ثم كلمة المرور ثم نضغط على تسجيل الدخول إذن بعد الدخول كما تلاحظون مصار في حلة جديدة قوائم بشكل جديد إذن هنا لدينا مجموعة من المعلومات المتعلقة بالمعلومات الشخصية المستجدات الإشعارات الموارد الرقمية حيث يمكن الدخول مباشرة عن موارد التعلم عن بعد التي من خلال الموقع تلميذ تيس كذلك هناك جمعة متعلقة بالتمدروس حيث يتم الاطلاع على المراقبة المستمرة الغياب إلى غير ذلك إذن لحدود الساعة كما تلاحظون ما زالت الرغمات الإلكترونية الخاصة بالتوجه لم تتم إضافتها لنعودة في وقت لاحق بعد تفعيلها وإضافتها لفضاءتكم لأن هناك إجراءات يتم القيام بها على صعيد المديريات الإقليمية إذن انتظرونا في فيديوهات لاحقة لا تنسوا مشاركة الفيديو بين أصدقائكم بالتوفيق للجميع مع تحيات فارق موقع توجي نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته